عند ملاحظتك أن قطتك غير سعيدة بالتأكيد ستبحث عن طرق لمساعدتها لتشعر بالراحة والرضا معك أهلاً بكم في قناة تسليا مفيدة وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة والضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد في عالم تربية القطة الأليفة يوجد بعض الحيل والأنشطة التي إذا وضبط عليها ستجعل قطتك سعيدة ومرتاحة إلي توفير بيئة محفزة احرص على توفير تشكيلة متنوعة من الألعاب لقطتك إن حقطتك الفرصة للاستكشاف والتنوع في بيئتها قم بتغيير ترتيب الألعاب وتوفير العاب جديدة بين الحين والآخر لتحفيز فضولها واستكشافها لأشياء جديدة فالألعاب ليست مجرد تسلية بل هي ضرورية لتلبية الغريزة الصيد وتعبير عن طاقتها على سبيل المثال اللعب بفريسة اصطناعية يمنحها المتعة ويفي بغرائزها الطبيعية في حين يساعدها عمود الخدش على الحفاظ على مخالبها وتحرر الطاقة السلبية دون تلويث أثاث المنزل بالإضافة إلى ذلك تحب القطة أن تكون لديها أماكن للاختباء عند الحاجة وهنا يأتي دور الصندوق الكارتونية في توفير بيئة ممتعة للغطة لا تنسى تخبرنا عن اسم قطتك المفضلة في التعليقات ولعبتها المفضلة العناية بالتغذية إن توفير الاحتياجات الأساسية للقطة من الطعام والشراب وتوفير تشكيلة متنوعة من الأطعمة والمأكلات الطازجة ستساهم في تعزيز صحة القطة وراحتها العامة تأكد من توفير مياه نقية ونظيفة للقطة في وعاء واسع نظيف وقم بتجديد المياه بانتظام للحفاظ على الانتعاش والصحة الجيدة للقطة الخاصة بك أما بالنسبة للطعام فيجب عليك الاهتمام بتوفير تشكيلة واسعة من الأطعمة المختلفة لقطتك يمكنك تنويع نوع الطعام باختيار دري فود جيد ومتوازن قم بالبحث عن المركات الموثوقة التي توفر التغذية المتوازنة والمكملة للصحة العامة للقطة فهذا سيجعلها تبقى نشيطة وصحية طوال الوقت بالإضافة إلى ذلك لا تنسى تقديم إضافات طازجة ولذيذة إذ لقطع صغيرة من الدجاج المطبوخ أو السلمون المفروم والتي ستضفي متعة تمة على وجبتها وكن على دراية بوجبتها المفضلة توفيرها لها فهذا يجعلها أكثر سعادة وستكون شخصا أكثر روعة إذا قمت بإطعام القطط المحتاجة أمام منزلك وستشعر برصيد إنساني كبير عندما تمتد يدك لتقديم الطعام لهذه الكائنات الصغيرة والمحتاجة فأنت تقدم لهم فرصة للبقاء على قيد الحياة والشعور بالأمان والاهتمام قد يكون هذا الفعل البسيط هو ما يحتاجونه لتجاوز تحدياتهم اليومية فلنظهر للآخرين قوة الرحمة والتعاطف في أفعالنا الصغيرة الاهتمام بالنظافة النظافة هي عنصر ضروري في حياة أي قطة ودونها لن تكون سعيدة لذا قم بتنظيف صندوق الرمل بانتظام وتأكد من توفيرها بيئة نظيفة ومرتبة كما ينصح بتنظيف لوازم العناية الشخصية لقطتك مثل فرشات الشعر والأظافر للحفاظ على نظافتها وصحة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجارس حتى يصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر